سيارة الى اسمها خاصة بلبنان من سراوات لليوم عم نحكي عن السوبارو فورستر كل تفاصيله بعض لحظات باوتو فوكس خلوكم معنا دائما عم نحكي عن سوبارو اكيد وكل سوبارو لبنان شركة اوتو ستارز معنا مصر رانا عبود هاي رانا هاي جوش الفورستر مثل ما حكينا تاريخ في سوبارو كل شي يعني فيها نوم سيارة لكل يوم سيارة لطلعات الصعبة للجبل كل شي اليوم ممكن يطلع بيننا هالسيارة جاهزة تلبك لكم محقا هالسيارة تاريخ موصوق مثل ما قلت تعرف وقت نحكي سوبارو عن جنرال نعرف قيمة هالسيارة وخاصة هلأ يعني سوبارو فورستر هي اذا بدك السيجنتشر لأسيو في عائدة بمتياز فأكيد رح نحكي خلال الحلقة عن سيارة وعن الشكل وأكيد الإداء العالي جدا والمميز يلا بداية عم نشوف الشكل الحلو كثير للسيارة الكلاسيكي على كمان فيه أمور رياضية رح تحكينا عنا من ناحية الأمامية خاصة عنا بس هلأ بما أن السيارة صارت إلى جربنا من ناحية الخلفية خبرنا أكثر عن هالشكل الحلو مع المصابيح البيضة عم نشوفها يعني الفورستر أكيد هي السيو في عائلية آنيكة الأليجنت لوك اللي عم نشوفه دايما بميزه بشدده على بتصنيعه على أقل ديتيلز مكان المصابيح متل ما زكارة جاش ريريب سبويلر اللي عم نشوفه من ورا الصندوق بما أنه هلأ كمان عم نشوفه من ورا هو بيفتح بطريقة اوتوماتيك بطريقة فاري ايزي كابسي كتير ميحن لسيدات يعني ما في زوم انت تعمل مجهود وتفتحه وأكيد الساعة ما ننسى الجانت كمان اللي منشوف السيجنتشر لسوبر و لوغو و شكل كتير حلو كمان لا بقى كتير معلون السيارة أم نحكي روف ريلز كمان و كمان من قدام راح نشوف اليوم الفورستر لسبار لأجراسيف لوك البومبرز كيف منفخة من قدام يعني هون مازجين الاناكة وبما الأجراسيف لوك حتى الإكرام على الجوانب عم نشوفه على أسفل الأبواب الأبواب كمان حماية هون الأبواب من تحت من أي تعرض للسيارة من شزايا من بحث أو شيء واللاد لايتز هاد لامب واشرز وهلأ عم نشوف الكالندر واللوك اللي هذا الكالندر بدأ أسألك عنه اليوم جاي هيك منفخ أكثر فيه ومصلز خبرنا اليوم كيف اليوم تصار شكل الفورستر أكتر رايح هو جوج هيدا الفورستر لسبار يعني هيدا اللي بميز الفورستر لسبار هو التنفيخات الموجودة كمانا نسل بقله كتير صراحة يا صحيح وأكيد يعني عنا بلس جار كاتيغوري وبيناتن حدا الموجودة هاليلوم نعنى نحكي معك هلا أكيد شوف الداخل للسوبر وفورستر لماعنا باستوديو ران انا قبل ما نحكي عن الداخل الفاخم جدا لفتتنا شغلي بالسيارة أنا وطالع الكوتشوك على البواب منتحت هالشي كمان بيخلي انه ما يوسخ شو مالبسين خاصة اذا عنا شي مناسبة وللسيدات خاصة ببعد كل شي غبرة من وراه الشي الموجود على البيب هيده كمان ميزة مهمة بالفورستر اكيد وبالاضافة للإيزي أكسس وقت تطلع على السوبر وفورستر دايما بتصنيع سياراتنا بشددوا على الكمفرت للباسنجرز بأقل تفاصيل صغيرة تا يوصلوا دايما للكاستمر ساتيسفكش سيارة مريحة جدا صراحة يعني عم نحكي بفرج جلد مطرز بالوايت ستيشين بطريقة كتير حلوة نحكي كمان بسكرين فيها أمور عديدة فاصليننا أكتر عنه يعني أول شي بدي بلش بالإذا بدك السيارة أنه واسع ومريحة وهيده نقطة أساسية للعيلة تعرف العيلة بحاجة لحل مع فانوراميك ساندروف كمان ممتازة جدا كمان يعني هون بيخليك في الرياحة للعيلة وهون مثل ما حكيت عن السكرين هيدا هيدا هي تاتش سكرين سيفن انش ال سي دي سكرين تتحكم فيه كمان مش بس على التاتش بالفولان وهون أكيد بيخلي يجب أن نشدد على هذا الموضوع. تعرف جورج السيفتي موضوع أساسي. أكيد خاصة بسوبرو. أكيد يعني فايف ستارس طب سيفتي بيكس. ليس فورستر. فوق هالديس بلي بفرجينا أمور مهمة للسيارة. التمبريتشور للسيارة. مصروف البنزين. كمان المالتي فونكشن ديس بلي هيدا كل شيء إنفو. بحاجة لقلة موجودين عندك أدامك. إكس مود كمان موجود أدام البيتاس. هيدا موضوع كتير أساسي ودايما منكرره. تعرف نحكي عن الأكس مود تندوي على البرفورمانس. بديك نحكي عنه وستحكي عن المحرك. منخلي يرى الفقراتية. إذا بدك نحكي عنه. مانو عم نحكي عن الداخل هلأ كمان فرجينا الزهار. البادل شفت كمانا واضحين. هون عم نحكي عن إذا بدك فن تتسلع. طبيعي. والأس آي درايف. إذا بدك تسوق السيارة على الهايوي. بتنقل الإنتليجن. أو سبورت هون إذا عندك طلع أو حيبة بتاعتي كورفورمانس للموتر. عندك السبورت مود اللي موجود على الفولان. أكيد. كوشتو طوك سيستم كمان. وتحكم بالكليفون. صح عندك الكروس كونترول يعني. كل شيء أنت بحاجة لقلو. كل شيء. موجود بالفورستر. كل شيء اللو علاء بالأنترتينمنت كمان متحكم فيه من وراء الفولان. لأنا عمنا نتحدث عن محرك كمان عن الأكس مود وغيرها من التفاصيل. عمنا نستعرض هالجانت الحلو كثير للسوبارو فورستر. بس هلأ ستحدث عن محرك معيك لنا. الأكس مود عمنا بس قبل خبرنا ساعة المحرك إذا محركين جايين أو لا. السوبارو فورستر 2.5 لتر بوكسر انجن. وكما وقتا نقول بوكسر انجن دائما بالسوبارو. نتحدث عن تسابات نتحدث عن توازن. صح. أمور عديدة. بالإضافة للسيمتريك. يعني هون السوبارو تتميز بالإداء العالي طبعا بفضل هالتكنولوجيا الخاصة لها. أكس مود. أكس مود. موجودة على السوبارو فورستر اللي هي بتشتغل بالسيستام. يعني تسحيط طلعة عم تعمل أف رود. هون انت منك بحاجة تستعمل فخن لأنه هو رح يعمل العملية لحالة. ورح تحس بالكونفدنس رح تحس إنك فيه إذا بدك حدا عم بسوق عنك وأنت مرتاح. سيئة زيادة كمان بالسيارة وبالبرفورمس بشكل عام. سيفتي. سيفتي. سيفتي بيكس. دائما كل سنة بعد سنة. هتنجح بالعالمات الكاملة. هيدا أهم الشغلي هيدا بالدين اي للسوبرو. طيب هلأ بدنا نشوف سعر السوبرو فورستر الشهيرة. كيف اليوم إذا عالي إذا منيح ولا لا كل تفاصيل مع رأنا بعض الحظات. سيفتي. عندما نحكي بسيارة يابانية مية بالمية بمواصفات هذه الأدة مهمة عن جد يعني. بتخيل على رأسنا أنه السعر عم يكون كتير كتير مرتفع. خبرنا اليوم سارتينج برايس لسوبرو فورستر. سارتينج برايس لسوبرو فورستر سبعة وعشرين ألف وتسعمائل دولار. وأكيد نحنا جاش بعدنا مستمرين بجميع عصالاتنا. كان بالزلقة، نهر الموت، سيفي، جونية، بيهلأ كمان مارييس وبيشوف ببعقلين يشوف. فأكيد يستفيدوا يعملوا تست درايف على السيارة. أهم شيء يعمل تست درايف. وورنتي ما ننسى كمان ثلاث سنين أو مئة ألف. وسيرفر سنتر خبرة كتير عالية وكتير بروفشنل بسيرفر سنتر. يعني هذا الشيء كمان لأنه هدفنا نحنا مثل هدف سوبرو المسنعين لسوبرو. مو سعزبون حتى بالأكيد. حتى بالأكيد. أكيد. شكرا لنا على كل هذه المعلومات. هكذا سيارتنا لليوم. تابعونا كل يوم سيارة جديدة. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة